السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لماذا ندعوه كثيرا ولا نرى أي استجابة نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كتير من الناس بتقول كده والله بنفضل ندعي وندعي ولا شايفين أي أثر الاستجابة مع أن ربنا سبحانه وتعالى وعد بإجابة الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال جل وعلا إن الله لا يخلف المعاد يبقى الزاير يعني أن احنا عملين بندعوه ربنا ما بيستجبش أقول لحضرتك وأقول لحضرتك لازم نصدق وعد ربنا ويكون عندنا ثقة وحسن ظن في الله أن ربنا أكيد بيستجيب الدعاء بس في حاجات لازم نعرفها بالنسبة للموضوع الدعاء احنا بنظن أن ربنا ما بيستجيبش لا ربنا بيستجيب ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب طالما إن احنا الحمد لله مؤمنين وموحدين طالما إننا ما بنكلش حرام طالما إننا ما بنظلمش حد طالما إن احنا بندعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إن شاء الله وطالما جوانا يقين في الله وحسن ظن بالله يقينا مئة في المئة ربنا بيستجيب لكن بقى في شوية نقاط كده خمس نقاط هقولها لكم بس صالحا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أول حاجة أكيد ربنا بيستجيب الدعاء لكن وركزه معايا في لكن دي لكن في الوقت اللي هو بيختاره مش اللي احنا بنختاره سبحان الله طب ليه الوقت يبقى يعني ليه الوقت يبقى عند ربنا سبحان الله لكن ربنا بيختار لنا الوقت المناسب لإجابة الدعاء عشان تتحقق المصلحة والمنفعة من وراء استجابة الدعاء لأن ربنا أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع وبعدين سبحانه وتعالى قال جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المقيط اللي الإبرة إذا أدخلت اليم عن البحر يعني أصلا لو ربنا أعطانا كل ما نتمناه فلن ينقص من خزائن الله أي شيء فالله عز وجل ما فيش حاجة عنده هتنقص لكن المولى عز وجل يختار لعبده ما ينفعه ولا يضره سبحانه تعالى فخب بلك من حاجة بقى يمكن تكون الإجابة في وقت معين ما يكونش في مصلحتنا يعني بالبلد حضرتك دعاية إن ربنا يرزقك بمال معين بمبلغ معين من المال الفلوس دي يمكن لو جات لك في توقيت معين وإنت ما عندكش خبرة وهتعمل بالفلوس دي مشروع يمكن كنت تخسر كل الفلوس دي واضع عليك كل الحاجات دي فربنا سبحانه تعالى أخر لك إجابة الدعاء لحد ما خدت خبرة زلت واشتغلت وعرفت السوق ماشي إزاي والتجارة ماشي إزاي فاخدت خبرة وهنا ربنا سبحانه تعالى ساقى إليك الرزق والمال اللي أنت دعيت به من سنة كاملة فرزقك بالمال ده عشان تقوم بالمشروع وتكسب من وراء كل الخير يمكن العريس اللي كان هيجيه لك دوة اللي أنت كنت بتدعيني ربنا يرزقني بالعريس في الوقت ده يمكن أنت ما كنتش جاهزة لإقامة بيت بجد وأن أنت تتحمل مسؤولية رجل وأولاد في الوقت ده فربنا سبحانه تعالى أخر لك الإجابة شوية لحد ما تتدرب شوية على مسؤولية البيت والأكل والشرب والتنظيف ومسؤولية الرجل ومسؤولية الأولاد إلى غير ذاك أصبحت ماشاء الله جاهزة فربنا ساقى إليك ابن الحلال اللي يسعدك في الدنيا وفي الآخر بفضل الله سبحانه تعالى فلما ربنا بيأخر لنا إجابة دعاء أكيد في مصلحتنا لأن ربنا سبحانه تعالى وجل جلاله أرحموا بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع أديكم مثال بسيط خالص من القرآن الغلامين اللي مذكورين في سورة الكهف اللي سيدنا الخضر وسيدنا موسى عليهما السلام بنوا الجدار بتاعهم الغلامين دولت أبوهم كان سيبلوهم كنز الكنز ده كان موجود في مكان المكان دوت لو الأولاد الولادين الصغيرين دول لو كانوا لقوا الكنز وهم لسه أطفال صغيرين عندهم مثلا سبعة سنين ولا ثمان سنين ولا عشر سنين حتى كان أهل القرية قلبه خلاء هياخدوا منهم الكنز لأن لسه الأولاد صغيرين ما يقدرواش يحموا نفسهم وكانوا هيتحرموا من الكنز بتاع الأب فربنا يقدر إن يأتي الخضر وموسى عليهما السلام فيبنوا الجدار فوق الكنز وفيما بعد بعد أما الولادين دول كبروا وبقوا شباب أقوية ربنا سبحانه تعالى يصلهم إن هم يعرفوا الكنز فين ويستخرجوه ويقدروا يحموا فلوسهم لأنهم كبروا وبقوا شباب قال جل وعلا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك الله أكبر يبقى تأخير إجابة الدعاء في الغالب بيكون لمصلحة حضرتك وحضرتك واضح كده يبقى ربنا سبحانه تعالى قد يؤخر لنا إجابة الدعاء ولا يعني 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 ما فيش عدم استجابة لأهو تأخير فقط من أجل مصلحتنا إحنا بفضل الله سبحانه تعالى فالتوقيت بيد اللان يبقى ربنا بيستجيب بيستجيب لكن في الوقت اللي هو يختاره مش اللي إحنا نختاره لأنه أدرى بمصلحتنا سبحانه تعالى رقم اتنين قد يكون الإنسان بيطلب حاجة فيها شر ليه وعشان كده ربنا لم يستجب يعني أنا طلبت مثلا أمنية معاناة أو واحد طلب أمنية معانا عايز فلوس معانا المشروع ده اللي انت كنت هتعمله كان فيه من وراء مصائب واحد حاب ان هو ينصب عليك قال لك هتفق مبلغ كذا وانا مبلغ كذا وهنخش المشروع وكان هينصب عليك فربنا قدر ان المال ما يجي لكش عشان يحميك من النصاب اللي كان هينصب عليك أو يحميك من العملية اللي كان هيعملها كان بيقولك هنتاجر في كذا هو هيتاجر في حاجة ممنوعة وكان هيدخلك في مشكلة وفي قضية فربنا حماك بعدم استجابة الدعاء في ذلك الوقت الزوجة او الزوجة اللي انت كنت بتتمنى انه يتقدم لك وانت شايفة فيه ان هو فتى احلامك وان السعادة كلها تكون مع الانسان ده هو ممكن يكون بيظهر لك اجمل ما فيه وممكن هو يكون من اشر خلق الله وانت بتعرفيش وممكن يكون هيسبب لك شقاء وتعاسى وممكن يكون هيسكون سبب فتنتك في دينك فربنا سبحانه وتعالى صرف عنك عشان مصلحتك عشان بعد كده هيعوضك بواحد افضل منه الف مرة وانت ما انتش عارفة لان ممكن يكون انسان ظاهر قدامك باخلاقه وسمته معين وتديم معين وهو حاجة تانية خالص عافانا الله وإياكم ولذا قال جل وعلا ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولة ان الانسان احيانا بيدعو لنفسه بالشر وهو مش واخد باله وكان الانسان عجولة دايما الانسان عجول عايزة دعوة تتقال وبعدها بديتين تنزل الاجابة مباشرة فالله عز وجل لا يفعل اي شيء الا من اجل مصلحة عباده سبحانه وتعالى وجل جلال رقم ثلاثة حبيبين ممكن تكون حضرتك بتدعي وربنا بيصرف عنك من الشر ما يوازي تلك الدعوة يعني ادي مثال مثلا انا بدعي دعوة معينة بطلب حاجة معينة في نفس التوقيت مثلا ابني من اولادي كانت هتخبطه عربية فربنا نجى ابني وراح واحد شده من قدام العربية في الوقت اللي انا بدا فيه انا بداي طالب حاجة فربنا سبحانه وتعالى بالدعوة دي تصرف على الشر عن ابني في الوقت ده مثلا كانها يحصل مشكلة معينة مثلا اني مثلا كانها ينزل مرض او بلاء لي او لزوجتي او لحد من اولادي فاسناء ما نبدعه ربنا سبحانه وتعالى صرف هذا البلاء عننا وصرف هذا المرض عننا بهذه الدعوة بس احنا ما نعرفش ولو كشف لنا الغيب لرأينا العجب العجاب فربنا سبحانه وتعالى مش هيكشف لنا كل هذه الغيبيات فاحنا ممكن بندعي وفي نفس الوقت بالدعوة دي ربنا بيصرف عنا من الشر ما يوازي تلك الدعوة بل واكثر من ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى رقم اربعة اني لو ما حصلش اللي احنا عايزينه اكيد ربنا هيدينا اللي احسن منه حضرتك بتتمني زوج معين ربنا ما خلاش الراجل ده يتقدم لك او الشخص ده يتقدم لك سدقيني هيتقدم لك اللي احسن منه مش من وجهة نظرك انت لا انما بتقدير ربنا سبحانه وتعالى هو اعلم مين اللي هيسعدك انت ما تعرفش مين اللي هيسعدك ممكن يكون انسان بالظاهر بتاعه كده انما الباطن بتاعه كحاجة تانية فربنا مقدر سبحانه وتعالى لا ده فولان هو اللي هيسعدك عشان كده ربنا مش مقدر لك فولان انما مقدر لك ده لان هو ده اللي هتكون ساعدتك معه بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى لو ما حصلش اللي احنا عايزينه اكيد فيه خير اكبر مستنينا ممكن يكون انسان بيتمنى كلية معينة فربنا يقدر له كلية تانية لان هي دي اللي هيلاقي فيها مستقبله ممكن يكون انسان بيتمنى مشروع معين فربنا قد ظل يروح مشروع تاني لأنه هو ده الخير كله بفضل الله سبحانه وتعالى رقم خمسة حبيبين إن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون بيأجل إجابة الدعاء من أجل أن يفرج عنا بهذا الدعاء كربة من كرب يوم القيامة سبحان الله ولذلك يعني شوف يعني فربنا سبحانه وتعالى يقينا بيستجيب يعني ربنا قال ليه وآتاكم من كل ما سألتمه وآتاكم من كل ما سألتمه إنت بتدعو الدعوة فربنا سبحانه وتعالى إما أن يعطيك ما طلبت أو يعطيك ما طلبت أو يصرف عنا من السوء بموازي هذه الدعوة أو يدخل لنا تلك الدعوة ليفرج عنا كربة من كرب يوم القيامة سد النبي محمد طب صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واستمتع بهذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم زنب ما فياش حاجة معصية ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاثة حاجة من الثلاثة ركزوا معي بقى إما أن تعجل له دعوته أنا بقول يا رب ارزقني بالمال الفلاني فإما أن ربنا يرزقني بالمال الفلاني وإما أن يدخرها له في الآخرة عشان يفرج عني كربة من كرة بيوم القيامة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها يبقى ثلاث أحوال فقال الصحابة إذا نكثر يا رسول الله نكتر من الدعاء قال الله أكثر فيش حاجة تكتر على ربنا سبحانه وتعالى أطلبوا لإنتوا عايزينه خزائن الله ملأة لا تنفد أبدا سبحانه وتعالى وجل جلاله يبقى حاجة من الثلاثة بنص الحديث إما أن ربنا يستجيب دعاء حضرتك أو حضرتك وناخدوا لإنتوا عايزينه وإما أن يصرف عنكم من السوء ما يوازي هذا الدعاء دون أن تدروا يصرف عنكم مصائب معينة وإنتوا ما تعرفوش إيه هي المصائب دين وإما أن يدخل لكم هذا الدعاء إلى الآخرة ونقف بن إدين ربنا سبحانه وتعالى ويقول بقى لحضرتك والحضرتك عبدي قد سألتني في يوم كذا أو قد دعوتني في يوم كذا وكذا بكذا صح؟ حصل يا ربي طيب واستجبت لك هذه الدعوة وقد دعوتني في يوم كذا وكذا بكذا وما استجبتش يعني ما شفتش إجابة أيوة يا رب ما شفتش صرفت عنك من السوء ما يوازي تلك الدعوة وقد دعوتني في يوم كذا وكذا وأنا اليوم أفرج بها عنك كربة من كرة بيوم القيامة هنا يتمنى العبد لو أن الله عز وجل لم يستجب له دعوة في الدنيا وأجل كل ذلك إلى الآخرة ليفرج عنه كرة بيوم القيامة واضح كده حبيبي؟ لماذا ندعو كثيرا ولا نرى أي استجابة؟ أقسم بالله الله يستجيب لنا لكن بشروط أن أولا نكون من أهل الإيمان والتوحيد ثانيا أن نكون لا نأكل حراما لأن النبي ذكر كما عند مسلم ذكر الرجل يطيل الصفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووذي بالحرام فأنا يستجاب له إزاي ربنا هيستجيب لواحد بيأكل حرام ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكون مستجابة دعوة وإن كان الحديث في ضعف دالي الأمانة العلمية لكن الحديث يشهد له أحاديث أخرى بنفس المعنى تمام كده يبقى إذن طالما احنا أهل توحيد أهل إيمان وطالما مبنكلش حرام وطالما مبنظلمش حد لأنه ممكن أنا أكون بظلم حد أو فلان بيظلم حد ويجي يدعوه في نفس الوقت المظلوم بيدع عليه يعني هو بيدع بيقول يا رب ارزقني بالمال الحلال مثلا يبقى كده هو ظالم واحد وواكل فلوسه فالمظلوم يقول يا رب يا رب انت قملي منه يا رب ودخل عليه المال ده بالخراب فيبقى في نفس التوقيت اللي هو بيدع فيه فالمظلوم بيدع عليه واضح كده فما ينفعش ربنا يستجيب لواحد ظالم يبقى إذن طالما احنا أهل إيمان وتوحيد مبنكلش حرام مبنظلمش حد يقول باركو عندنا يقين في الله سبحانه تعالى ان ربنا هيستجيب ما عندناش سوء ظن لان لو فيه سوء ظن المولى عز وجل قال انا عند ظن عبدي بيه فليظن بيه ما شاء في رواية ان ظن بيه خيرا فله وان ظن بيه شرا فله طالما ما فيش الحاجات ديال ما فيش موانع اجابة الدعاء فالدعاء مستجاب ان شاء الله اما ان ربنا يعطيكم به ما طلبتم في الدنيا او يصرف عنكم من السوء بمثل هذا الدعاء او يؤجل لكم ذلك لتفريش كربة من كرب يوم القيامة او حد بعد النهاردة يقول انا مش شايف اجابة الدعاء ان شاء الله بيستجيب ربنا يبار فيك يا رب العالمين ويجمعني واياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته